موسيقى أسعد الله مساءكم هوكستاين زارة بره وميقاتي وقائد الجيش ومن عين التيني الحل بث قريبا من أيدينا والنافذة مفتوحة الآن بره يقول أن الوضع جيد مبدئيا وما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل ميقاتي وخلال لقاء هوكستين الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وزارة الصحة 3544 شهيدا و15036 جريحا منذ بدء العدوان على لبنان وخصيلة يوم أمس 28 شهيدا و107 جرحا المقاومة تستهدف تل أبيبة وقواعد عسكرية جوية للعدو بخاري من أبكرك نجد الدعم السعودية للبنان إذن المفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين الذي وصل إلى بيروت عند السابعة والنصف من صباح اليوم استهل الزيارة من وقر الرئاسة الثانية في عين التيني حيث اجتمع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بره على مدى ساعتين في حضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون ومستشار الرئيس بره علي حمدان هوكستين أكد بعد اللقاء أن الحل أصبح قريبا وأمامنا فرصة حقيقية لإنهاء الصراع ونأمل أن نصل إلى حل في الأيام المقبلة الرئيس نبيه بره أكد للشرق الأوسط أن الوضع جيد مبدئيا وذلك بعد لقائه لساعتين مع المفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين لبحث المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وأوضح بره أن ما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل مشيرا إلى أن هناك ممثلا عنه وممثلا عن الأمريكيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية وابتها قبل الانتقال إلى المرحلات التالية التي ستكون مغادرة أكستين إلى إسرائيل وننتظر ما سيحمله من هناك مكررا أن الأمور جيدة كما أكد بره أن الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأمريكيين وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتها مع الإسرائيليين أجاب الرئيس بره هوكستين يقول أنه نصق مع الإسرائيليين فيما يخص المسودة لكن بره استدرك قائلا أنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم وإلى دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انتقل المفد الرئاسي الأمريكي حيث عقد اجتماعا في حضور وزير الخارجية والمختاربين عبدالله أبو حبيب وسفيرة الولايات المتعدة لدى لبنان لزاد جونسون وجار البحث المساعي التي يقوم بها هوكستين لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 17-01 وفي خلال الاجتماع جدد الرئيس ميقاتي التأكيد أن الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة وكل ما يحقق هذا الهدف له الأولوية وأشار إلى أن الهم الأساس لدى الحكومة هو عودة النازحين سريعا إلى قراءهم وبلداتهم ووقت حرب الإدبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية وشدد على تطبيق القرارات الدولية الواضحة وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب وفي اليرزي استقبل قائد الجيش الأمام جزاف عون في مكتبه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي أموسوكستين في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون وتناول البحث الأوضاع العامة العدو الإسرائيلية شنوا موجات جديدة من الغارات الجوية على قراء وبلدات جنوبية وقوات حفظ السلامة تابعة للونيفل ومرافقها تعرضت اليوم لاستهداف في سلاسة حوادث منفصلة في جنوب لبنان مما أدى إلى إصابة ستة من قوات حفظ السلام في أحدى هذه الحوادث نفذت طيران الحربي سلسلة غارات استهدفت الحوش وعينبعال وباتولي منطقة برج البعلبكي والبيضة ومجد الزون والمنطقة الواقعة بين عيدنبعال والبزوري في منطقة صور كما أغار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا الشعيتية كفر رمان تبنين حيث وقعت الغارة بجانب المستشفى الحكومي مما تسبب بتضرر براد الموتى في مستشفى تبنين بشكل كبير كذلك أغار على بلدة يحمر الشقيف وبلدة الغزية البيسرية السماعية الغندورية كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل عنيف على محيط مستشفى نبيه بر الحكومي الجامعي في النبطي وعلى حي الميدان واستهدفت مبنى تجاريا وطبيا قرب شركة الكهرباء على الطريق المؤدية للمستشفى الحكومي في النبطي وشنت غارتين على أطراف دير ميماس واستهدفت طيران منزلا في بلدة أنصري ومدينة بنت جبيل كما شمنا العدو غارتين على النبطي الفوق قرب مدرسة الكوثر واستهدفت منزلا ما أدى إلى سقوط شهدين ووقوع إصابات واستهدفت الطائرات الحربية دوار كفر رمان وأطرافها ما أدى إلى سقوط شهداء وأغارت على المنطقة الواقعة بين كفر رمان وحبوش والخردلي وميفدون وزوتر الشرقية وقعقعية الجسر ومحيط معتقل الخيام واستهدفت الغارت مركزا للهيئة الصحية الإسلامية في حمين التحت حصدت شهيدا وشنت سلسلة غارتين على عباد دوير أنصار المحمودية كفرة حنين مثلث العباسية الماري عين عرب في القطاع الشرقي شقرة، مجدل سلم، واد الحجير، واد السلوقي، أبريخة، كفرصير، حاريس، أرنون، حبوش، كفرتبنيت، جبشيت، كفررمان، مرش حاروف، البيسرية، قعقعية الصنوبر والبيبلية، محيط بلدة قانا، الريحان، أطراف المنصوري والقليلي، ومزرعة مشرف أكثر من سلسين بيانا للمقاومة الإسلامية في الساعات الماضية بتنفيذها عمليات نوعية ضد قواعد عسكرية وتجمعات للعدو بمسيارات وصليات صاروخية أعلنت المقاومة الإسلامية في سلسلة بيانات لها عن استهداف مستوطنة جعتون والمالكية وساع ساع وثقنة راميم كما أعلنت عن استهداف الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس كما استدفت أيضا تجمعا لقوات جيش العدو شمال بلدة مارون الراس بصليات صاروخية حزب الله كان أكد خلال النهار استهداف منطقة الكريوت شمال حيفا ومستوطنات جعتون معلوت ترشيحة وغورون بصليات صاروخية كما شنت المقاومة هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة رمى ديفيد الجوية جنوب شرق حيفا المحتلة حزب الله كان قد استدف أيضا تجمعا لقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم وفي مدينة صفد المحتلة وقاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمائيل كما سجلت عملية مطاردة لطائرة المسيرة من قبل مروحيات عسكرية في أجواء صفد في الجليل إضافة إلى عبور سرب من المسيرات الانقضاضية باتجاه منطقة صفد كما تجدد دوي صفرات الانذار في المطل وأعلام العدو تحدث عن سقوط صاروخ على مبنى في الكرمائيل ونقل إصابة من المكان وحوالي سلسين صاروخا خلال ساعة أدخلت ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وترافق ذلك مع رشقات صاروخية واسعة وثقيلة للمرات الثانية تطلقها المقاومة في شمال فلسطين واسط هذه الأجواء ارتفع عدد الإصابات إلى سبع مستوطنين جراء صواريخ المقاومة وإلى البقاع حيث يواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المناطق وللإطلاع أكثر نحن على اتصال مباشر مع الزميل محمد عبد الله محمد يعطيك العافي كيف هي الصورة كيف كانت الصورة اليوم في البقاع مسأل خاص بعد الهدوء الحزر الذي مر على منطقة البقاع لمدة أكثر من يومين نفذ الطيران المعادي بعد ظهر اليوم غارع على بلدة يونين البقاع الشمالي أدت إلى ددمير منزل عند مفرق يونين وقطعت الدستراد بعلبق حمص لبعد عام من الوقت وقد تطايرت الأحجار والأتربة على الطريق مما أدت إلى قطعه هذه الطريق الدولية التي تربط منطقة البقاع الشمالي عند الحدود اللبنانية السورية كما أغار الطيران فجرا على بلدة ميدون وزلايا في البقاع الغربي أدت إلى ددمير المنازل المستهدفة في المنطقة طيران الاستطلاع لم يغب عن سماء المنطقة خلال هذا اليوم منذ الصباح الباكر في سماء البقاع كافة من البقاع الغربي حتى وصولا إلى البقاع الشمالي بناء البقاع يناشدون المعنيين في الدولة على تأمين مادة المزوت للتدفئة وخصوصا في مراكز اللواء لأن الطقس تحول لبارد ولا يمكن السكن في البقاع دون تدفئة ومناشد أيضا من الصامدين في قرائهم لتأمين المساعدات وخصوصا مادة المزوت لأن هناك مواطنين يعيشون على قوت يومهم ولا أرزاق لديهم لتأمين حياتهم اليومية إذن طيران الاستطلاع يحلق بكسافة فوق منطقة البقاع حتى هذه الساعة من كافة قرى البقاع خصوصا في البقاع الغربي والبقاع الشمالي وخصوصا في مدينة بعلبك هذا كل شيء حتى هذه الساعة شكرا إلىك محمد عبدالله حدثنا مباشرة من البقاع الشمالي الطيران الحربية المعالية غار فجرا على مبنى مؤلف من أربع طبقات في منطقة الشياح شارع المصبغة حيث أدت الغارة إلى سقوط شهدين إضافة إلى عدد من الإصابات وصفت حالاتهم بالمتوسطة إضافة إلى تدمير المبنى المستهدف بشكل كامل وكان الطيران الحربي قد أغار مساء أمس أيضا على منطقة زقاء البلاط واستهدف مكتب المختار حسن شومان ما أدى إلى استشهاده وفي حصيلة غير نهائية أسفلت الغارة عن استشهاد سبعة أشخاص وإصابة أكثر من سلاسين بجروح فيما استمرت أعمال رفع الركام فيما هناك مبنى ملاصق لدوان الشهيد المختار حسن شومان الملاصق لحسينية الزهرة في المنطقة أعلنت قيادة الجيش مدرية التوجيه أنه بتاريخ اليوم أوقفت دورية من مدرية المخابرات في بيروت المواطن رأحاء لترويجه أخبارا ملفقة على مواقع التواصل الاجتماعي حول نية العدو الإسرائيلي قصف أحد أحياء المدينة ما أدى إلى إثارة حالة ذعر بين المواطنين وقد بوشر التحقيق مع الموقف بإشراف القضاء المختص وإلى ذلك أحالة مدرية المخابرات في الجيش بتاريخ اليوم على القضاء المختص السوري ممحى لإقدامه على جمع المعلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي حيث تبين خلال التحقيق تورطه في التعامل مع العدو أعلنت وزارة الخارجية والمختاربين أنه في إطار الشكاوى الدورية التي تقدمها الوزارة بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق أثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمل المسئولية والتحرك لوقفه تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على لبنان خلال الفترة من 22 الثاني الحالي ولغاية 11 منه وكانت الخارجية أعلنت أن اللجنة الاقتصادية والمالية في الأمم المتحدة تصوتت خلال الدورة 79 للجمعية العامة وللسنة التاسعة عشرة على توالي بأغلبية ساحقة وهي 161 دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية والتي تسببت بها إسرائيل في عدوان العام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها الآن نعود إلى التقرير المفصل عن زيارة وكستين إلى عين التينة وكّابة إنسette وقد شرعتو الآن لت أيضاً We have continued to narrow the gaps through the discussions over the last few weeks and specifically today we continue to significantly narrow the gaps أيضاً في قيام ذلك. والاستماع كان للغاية ومفيدة غاية مع رئيسي. I came back because we have a real opportunity to bring this conflict to an end. This is a moment of decision making. I'm here in Beirut to facilitate that decision but it's ultimately the decision of the parties to reach a conclusion to this conflict. It is now that's in our quest. So as the window is now, I hope that coming days yield a resolution. I'm not going to take any questions today because I don't want to be negotiating this in public. I appreciate the nature of the conversation with the speaker. I'm not going to have a conversation with the president. I'm also going to have a conversation with the president. And with all the other comments, and I'm a community member and I'm a community member to bring the government to what we're doing. I'm working with the government in Lebanon and Israel to reach the end of this conversation. And again, we had a very good discussion سأكرر ما قلته لقد أجرينا نقاشات مفيدة للغاية لتضييق الفوارق والفراغات الموجودة منذ أسابيع وسأستمر في القيام بذلك وأعتذر ولكن لن أخذ أي سؤال تتابعون النشرة بعد الفاصل أهلا بكم لمناسبة عيد الاستقلال تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بر برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء فيها أنه بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة أهنئكم وشعب لبنان لمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لاستقلالكم وفي هذا الوقت العصيب من تاريخ لبنان تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني وأن أقدر شراكتكم في العمل الذي ينتظرنا وفي البرقية أعرب بايدن بالتطلع إلى تحقيق المزيد نتقدم في تحقيق أهدافنا المشتركة وخاصة في السعي لتحقيق الاستقرار والازدهار متمنيا للشعب اللبناني القوة والصمود خلال هذه الأوقات الصعبة في السراء التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاطي ممثل منظمة اليونيسف في لبنان في زيارة وداعية واستقبل وفدا من شركة OMT برئاسة رئيس مجلس لإدارة حكمة أبو زايد وجرى عرض للوضع الحالي لقطاع تحويل الأموال الرئيس ميقاطي اجتمع إلى وزير الاقتصاد والتجارة من سلام الذي وضع رئيس الحكومة في أجواء الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الأمور الإيجابية التي تعطي اليوم نوعا من نفحة أمل المرحلة المقبلة أهم في الأمر أيضا كان بما يعنيني بشكل مباشر ويعني البلد بشكل مباشر هو ما بعد وقف إطلاق النار ما بعد وقف النزيف والحرب اللي هو واقع الحال اللي كلنا اليوم عتلينين همه وهو الهاجس الاقتصادي والهاجس الاجتماعي اللي اليوم أهم من أي شيء تاني بمرحلة ما بعد الحرب فكمانا اللي استشفيناه بوضوح من خلال سلسلة اجتماعات مكثفة مع جهات أمريكية مع وكالات أمريكية معنية بالاستثمار معنية بالاقتصاد معنية بمشاريع البناء التحتية أنه أيضا فيه توجه واضح من الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم لبنان بشكل كتير كبير في حال إن شاء الله ترتبت الأمور بالشكل اللي نحن نأمل فيه استقبل وزير الأعلام زياد مكاري في مكتبه في الوزارة المدير الأقليمي لوكالة الصحافة الفرنسية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عز الدين سعيد ترافقه مديرة مكتب الوكالة في بيروت أسيل طبارة في حضور مستشارة وزير الأعلام من الشؤون الفانكوفونية إليسار نداف سعيد أشار إلى أن اللقاء تطرق إلى تغطية مجريات الحرب الدائرة في لبنان وشكر الوزير المكاري على الدور الذي تقوم به وزارة الأعلام من أجل حماية الصحفيين وتوفير كل السبل للقيام بعملهم بشكل حر ومستقل ومن بكركيا السفير السعودي يجدد دعم المملكة العربية السعودية للبنان ووقوفها إلى جانبه بطرياركو الماروني الكاردينال ماربشارة بطر الصراعي في صرح البطرياركي في بكركيا السفير السعودي وليد البخاري وجرى عرض لآخر المستجدات السفير السعودي جدد دعم المملكة العربية السعودية للبنان ووقوفها إلى جانبه داعيا إلى الإصراع في انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو المدخل الرئيسي لكل الحلول في لبنان على كل الأصعدة وأشهد البخاري بمواقف البطريارك الراعي ودور على الصعيد الداخلي مثنيا على البيان الذي صدر عن القمة الروحية التي عقدت في بكركي واصفا المبادرة بالمميزة وأنه كان لها إيجابيات على الداخل اللبناني ووضع البخاري البطريارك الراعي في أجواء تحرك اللجنة الخماسية ونتائج الاجتماع الأخير لها مؤكدا مواصلتها العمل لإيجاد الحلول الملائمة التي تعمل عليها البطريارك الراعي التقى أيضا النائب نعمة فرام وجرى عرض للأوضاع الداخلية والتطورات أول موضوع هو زيارة هوكشتين على لبنان مع حفظ القيب والتقاء رئيس بري وزيارات اللي عم بقوم فيها والورقة اللي عم ينحكي عنها ومسودة الاتفاق اللي عم ينحكي عنها يلي نحنا كلنا ما بنعرف شي عنها يلي غمطة البطريارك هون كنا عم نحكي ما بنعرف شو في قلبه وهذا شيء مهم أنه ينعرف شو هو لأنه عنده ارتدادات كتير كبيرة على لبنان يجي بيه نتأمل وهيك لازم تكون بس لازم نعرف شو في قلبه وهذا شيء مهم نتمنى أنه نعرف بأسرع وقت لنقدر كلنا سوا نفرح عنها بهالخطوة أو ناخد الإجراءات اللازمة لنصحح لنكون واضح أنه هادي لمصلحة كل لبنان وفي بكركي وفد من التجدد للوطن برئاسة شارل عربيد الذي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وأشار إلى أن ما يهمنا ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة للواقع على اقتصادي والاجتماعي الذي هو الأساس واعتبر أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الأساس في لبنان وتشكيل حكومة جديدة من أجل ضمان بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل استقبل السفير المصري على مساوى تناول البحث العدوان الإسرائيلي المتمدع على لبنان ومسألة وقف النار كما كانت تشديد على أهمية إجراء الاستحقاق الرئاسي إلى ذلك أيضا رحب تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل بكل مسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على لبنان ومبديا تخوفه الكبير من عدم وجود أينية إسرائيلية بوقف الحرب التكتل اعتبر أنه مع الحرص على ضرورة وقف إطلاق النار فهو يسجل اعتراضه على حال التسليم القائمة باستمرار الحياة السياسية من دون رئيسي الجمهورية ويعتبر التكتل أن عرقلت انتخاب الرئيس جريمة بحق المثاق الوطني والدستور ومفهوم الشراكة الوطنية المكتب السياسي الكتائبي الذي عقد اجتماعا افتراضيا برئاسة رئيس الحزب النائب سامي لجميل أعلن رفضه خصر المفاوضات الجارية بين حزب الله وإسرائيل بوساطة أمريكية مباشرة بحزب الله مطالبا بإشراق مجلس النواب والحكومة واللبنانيين في القرارات المصيرية لمناسبة الذكرى السامنة عشر لاستشهاد النائب والوزير بيار لجميل يستعيد المكتب السياسي ومعه اللبنانيون التضحيات التي قدمها في سبيل لبنان وقضيته من دون خوف أو تردد فكرس بشهادته سمو الالتزام بقضية وطن سيد حر ومستقل فكان صوته بوصلة وطنية ومازال صداه حتى اليوم كما يرفض المكتب السياسي أن يكون حزب الله هو المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان ويسأل عن مصدر سلطة المفاوضين لكبول أو رفض قرارات ستلزم لبنان واللبنانيين للسنوات إلى الأمام في حين أن مصرية المرحلة تفرض مسارا لا يخرج عن الأصول الدستورية لا سيما في غياب رئيس للجمهورية وتحتم إطلاع الرأي العام على حقيقة المدولات في هذا الإطار يجدد حزب الكتائب مطالبته ومشاركة مجلس النواب وإطلاعه على تفاصيل الأوراق والبنود المطروحة وإشراكه في القرار فيتمكن من لعب دوره التمثيلي حفاظا لقرار اللبنانيين في السلام بعدما حجب عنهم عندما أقحموا في الحرب رغما عنهم عقد تكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الاجتماع الدورية عبر تقنية زوم برئاسة الدكتور سامي الجعجع وتم التأكيد على أن الأولوية المطلقة بالنسبة إلى اللبنانيين هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار وأن تكون هذه الحرب آخر الحروب على أرضهم التقى رئيس القوات سامي الجعجع النائب أديب عبد المسيح في حضور عضوية تكتل الجمهورية القوية النائبين غسان حصباني وفادي كرام وعاقب اللقاء وضع عبد المسيح الزيارة في إطار التواصل القائم في هذه الفترة العصيبة ولسيما بين الأطراف السيادية في البلد لتنسيق بين فرقاء المعارضة والجبهات السيادية اللي مزمع لبنان يقوم فيه مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية هو اتفاق غير دستوري ما لم يمر عبر رئيس الجمهورية هايك بتنس المادي 52 وخصوصا المادي كمان 65 من الدستور اللبناني يجب على رئيس الجمهورية هو الخيام بمفاوضات خصوصا إذا مفاوضات تتعلق بمصلحة لبنان العليا وبسلامة لبنان لأنه هذا الموضوع مستحيل نخليه يمره بدون ما المجلس النيابي يقوم بدوره ومن عن هذه المنصة لأنه هذه كمان منصة وطنية أنا برجع بدعي الزملاء النواب للتجمع نهار 22 الشهر يلي هو عيد الاستقلال بالمجلس النيابي تنرفع الصوت وتنجدد الاستقلال استقلال الحقيقي اللي نحنا من أمن فيه استقلال الحرية استقلال الكرامي استقلال السيادي والاستقلال يلي هو بيجمع جميع اللبنانيين من جهاته استغرب حصبا أن يكون كبير مستشري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني عرف بمضمون المسودة المقدمة للحكومة اللبنانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار رئيس حكومة تصريف الأعمال على اطلاع عليها ورئيس مجلس النواب لكن القوى السياسية الأساسية بالبلد لم تطلع عليها وخاصة النواب ومجلس النواب لم يطلع عليها اليوم بغياب رئيس الجمهورية تحديدا صار هالموضوع أهم أكثر لأنه حكومة تصريف أعمال اتفاق بدو يصير على مستوى دولي وهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يتعاون معها مع رئيس مجلس وزراء لكن لا يمكن أن تكون هالأمور هذي بها الأهمية وهي تعالج من قبل طرف سياسي بلبنان لا يمثل الدولة اللبنانية في ساحة النجم اقتراح قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية من قبل كتلة الاعتدال والنائب فرص حمدان يدعو إلى انعقاد المجلس لمناقشة خطة الطوارئ نتحدث اليوم كتلة اعتدال وطني بثلاثة اقتراحات معجل مكرر نعتبرها ضرورية وملوحة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان الاقتراح الأول هو اقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية العسكريين منهم أي قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام الاقتراح الثاني هو اقتراح يتعلق بتخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر من أجل تخفيض الاقتراح في السجون نظرا لإكفال عدد كبير من السجون والنظارات في الجنوب والبقاع والهرمل نتيجة الحرب الدائرة في لبنان الاقتراح الثالث فهو اقتراح يتعلق بتسهيل عمال بناء وتنظيمها وتجديم التسهيلات للعقارات الشيوع كما لتسهيل كيام بترميم الأبناء المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي بما لا يخالف الأوانين لم يتم دعوة مجلس النواب من قبل سواء من قبل طلب من الحكومة لمناقشت خط الطوارئ أو سواء بدعوة من رئيس المجلس لمناقشت خط الطوارئ وأين أصبحت هذه الخطة وماذا يطبق من هذه الخطة أمام كل المقاسي اللي بعاني منها الشعب اللبناني بتخيل من المسؤولية اليوم على مجلس النواب ومسؤولية على هيئة مكتب المجلس وعلى رئيس مجلس النواب أن يدعي فورا إلى جلس لمناقشت الحكومة حول موضوع خطط الطوارئ تلقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشعي العلاء الشيخ علي الخطيب اتصالا هاتفيا من البطريارك الماروني الكاردنال ماربشارة بطرس الراعي مستوضحا حجم الأضرار التي لحقت بمقر المجلس على طريق المطار جراء العدوان الإسرائيلي ومطمئنا إلى عدم حصول أي إصابات بشرية شيخ العقل يلتقي مجلس نقابة المحررين ويقول نحتاج مقاومة وطنية جامعة مظلتها الدولة تصون المؤسسات ومرتكزات وطن التنوع رأى شيخ عقل طائفة الموحدة دروز الشيخ الدكتور سامي أبي المونة أن الوطن يحتاج اليوم إلى مقاومة سياسية ووطنية جامعة مظلتها الدولة وأهدافها تعزيز عناصر قوة لبنان ومرتكزات وجوده ومميزات حضاراته على مستوى التنوع والعيش المشترك والتفاهم الداخلي حيال القضايا الشائكة التي لا تزال مصاصية على الحل مقاومة تقول لتعزيز دور المؤسسات وخاصة للأمنية منها وفي مقادمتها العسكرية لتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وخاصة في الجنوب وأكد أن التضامن الداخلي والوطني المطلوب أكثر من أي وقت مضى إنما يعطي قوة دفع للدولة في مفاوضاتها الجارية مع ديبلوماسيات دولية من أجل التوصل إلى اتفاق يرمي إلى وقف فوري للحرب استنادا إلى القرار 17-01 ووجود تطبيقه كاملا كلام أبي المنجأة خلال لقائه وافد مجلس نقابة محريري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزافي الصيفي وقد قال أيضا ننوه بجهود الرئيسين نبي برري ونجيب ميقاطي وجميع المسؤولين المخلصين الذين يبذلون جهدا داخليا وخارجيا لمعالجة القضايا المطرحة ولسنا لنحملهم المسؤوليات في أي تقسير يحصل أو قد يحصل بقدر دعمنا تلك الجهود من أجل التوصل إلى حلول إيجابية للقضايا الشائكة داخليا والاتفاق على حل لإنهاء الفراغ الرئاسي بعد دخوله العام الثالث لما لرئاسة الجمهورية من أهمية في اكتمال عقد المواسسات وقيام حكومة جامعة ومقتدرة بما ينعكس إيجابا على المسار الوطني والمؤسستي العام ويعيد الثقة بالوطن رغم المرحلة الصعبة جدا وتحدياتها إزاء الحرب الدائرة ومخططات إسرائيلية غير المعروفة بدوره نوه النقيب الصيفي بالدور الذي يلعبه الشيخ العقل المحوري في تقريب المسافات بقوة العقل والسديد الحكمة وقال صاحب السماحة نعلم أنكم وسائر المقامات الروحية المسيحية والإسلامية لا تملكون الكلمة الفصل ولا عصى موسى ولكنكم تمتلكون ما هو أمضى وأشد وقعا صدق الكلمة قوة الموقف النصح الرشيد فمتى ستقولون كفى وتقودون الجميع إلى جدة العقل والحكمة فمن دونهما لا تنقذ الأوطان أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاطي تعميما إلى الإدارات والمؤسسات العامة يقضي بالاستعادة عن الاحتفالات والاستقبالات الرسمية لمناسبة ذكرى الاستقلال بوضع إكليل من الزهر من قبله على النصب التفكري لشهداء الجيش في وزارة الدفاع أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر انسحفي في الدوحة إلى أن قيادية حماس الذين هم ضمن فريق المفاوضات ليسوا الآن في الدوحة وهم ينتقلون بين عواصم عدة وأضاف مكتب حماس في الدوحة تأسس من أجل عملية الوساطة ومن الواضح أنه عندما لا تكون هناك عملية وساطة فإن المكتب نفسه لا يكون له أي وظيفة مؤكدا إذا اتخذ القرار بإغلاق مكتب حماس فستسمعونه من هذا المنبر 44 ألف شهيد في غزة و70% منهم نساء وأطفال والأزمة الإنسانية تتفاقم في القطاع عشر ما بعد الأربعمائة من العدوان تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع مع شح المساعدات ونهبها من قبل عصابات سرقة وقد نقلت واشنطن بوست عن منظمات إغاثة أن عصابات منظمة تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق سيطرة جيش العدو الإسرائيلي مؤكدة أن أعمال النهب أصبحت العائقة الأكبر أمام توزيع المساعدات بالجزء الجنوبي من غزة وأن سفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المباني في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع بينما تواصلت الغارات الإسرائيلية في غزة ولبنان مخلفة نزيد من الضحايا بين شهداء ومصابين وفي الضفة الغربية اندلعت اشباكات في محيط المنزل المحاصر بقرية الشهداء جنوبي جنين في حين أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه قتل اثنين ممن سمناهم بالمطلوبين في جنين بقصف صاروخي وفي المواقف ندد مماثل السياسة الخارجية جوزيف بوريل عقب ترأسه ما قد يكون اجتماعه الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بوضع مروع في غزة وقال إنها حرب ضد الأطفال في غزة موضحا أن هناك حوالي 44 ألف شهيد في غزة و70% منهم نساء وأطفال مجموعة العشرين متحدون بدعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة ولبنان بما يتماشى مع القرارات الأممية في البرازيل بيان المشترك أندعت فيه لوقف شامل لإطلاق النار في كل من غزة ولبنان كما عبرت عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتصعيد في لبنان مشددة على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان وفي بيان مشترك صدر في ختام قمة عقدت في مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية قال قادة الدول العشرين في بيانهم نحن المتحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمم الدولي رقم 2735 وفي لبنان بما يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان وأضاف القادة أننا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إذا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان فإننا نؤكد على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين وكرر القادة الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها وفي الخبر الأخير أوكرانيا تحيي ذكرى مرور ألف يوم على الغزو وتتطلع لإنهاء الحرب في الـ 2025 أحيى أوكرانيا اليوم ذكرى مرور ألف يوم على الحرب مع روسيا في وقت تخوض فيه قواتها المنهكة قتالا على جبهات عديدة وتتعرض فيه العاصمة كيف لضربات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ ويستعد فيه المسؤولون لعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير وفي دفعة معنوية للبلاد المحاصرة أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب وسائل الإعلام الضوء الأخضر لإستخدام الصواريخ الأمريكية ضد أهداف في عمق روسيا مما قد يحد من خيارات موسكو في شن الهجمات وأمداد الجبهة ولكن هذا التحول الجذري في السياسة قد يلغى عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في يناير وحذر خبراء عسكريون أن هذا التطور لن يكون كافيا بمفرده لتغيير مسار الحرب المستمرة منذ 33 شهرا ولقي ألف الأوكرانيين حتفهم ويعيش أكثر من 6 ملايين كلاجئين في الخارج وانخفض عدد السكان بمقدار الربع منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتم ببدء عملية عسكرية في أوكرانيا مما أدى إلى اندلاع أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية والخسائر العسكرية للحرب فادحة رغم أنها لا تزال محاطة بالسرية وتتفاوت التقديرات الغربية العامة المستندة إلى تقارير مخابراتية على نطاق واسع لكن أغلبها تقول أن مئات الألاف من القتلى والجرحى سقطوا على كل جانب وخلفت الحرب أثرها على السكان في كل ركن من أركاني أوكرانيا حيث أصبحت الجنازات العسكرية أمرا شائعا في المدن الكبرى والقرى البعيدة وأصبح الناس منهكين بسبب الليالي التي لا ينامون فيها بسبب صفرات الإنذار من الغرات الجوية والمعاناة والآن فأن عودة ترامب الذي تعهد بإنهاء الحرب بسرعة دون أن نوضح كيف سيفعل ذلك تثير تساؤلات حول مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية والجبهة الغربية الموحدة ضد بوتم وتثير احتمال إجراء محادثات لإنهاء الحرب وتحاول أوكرانيا اعتمادا على عدد من أفضل قواتها الاحتفاظ بتلك المساحة الصغيرة من مقاطعة كورسك داخل الأراضي الروسية التي استولت عليها في آب الماضي لاستخدامها كورقة مساومة وتقول كيف أن روسيا حشدت خمسين ألف جمدي بالمنطقة في حين حققت قوات الكراملين أيضا أسرع مكاسبها في شرق أوكرانيا منذ عام 2022 وكثفت الضغط في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي أيضا وتعلن وزارة الدفاع الروسية كل يوم تقريبا عن سيطراتها على بلدة أو قرية جديدة خصوصا في مقاطعة بدونتكس بإقليم دونباس ذي الغالبية الأوكرانية مناطقة بالروسية وفيما وفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد ما يعني أن بوتن وقع على مرسوم يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أنه يتعين على كيف أن تبذل قصار جهدها لإنهاء الحرب العام المقبل من خلال الوسائل الدبلوماسية لكنه رفض بشكل قاطع أي حديث عن وقف إطلاق النار قبل تقديم الضمانات الأمنية المناسبة لأوكرانيا نشرتنا انتهت تصبحون على خير اشتركوا في القناة